أنا بقول كأيمان إن السعادة على حسب حياتي أنا إيه اللي منغص علي حياتي عكسها على طول تبقى سعادتي يعني في بنات كتير سن الجواز تأخر بالنسبة لها السعادة وقمة السعادة نهاية الجوز في ناس كتير ربنا لسه ما أرادش إنهم يخلفوا ما أدهمش نعمة الخلفة والخلف فبالنسبة لهم ياه حتة عيل بس ضفر عيل أبقى قمة السعادة فكل واحد فينا على حسب حياته ماشي إزاي بيشوف السعادة اللي هو عايزها تجيله منين النهاردة بقى عاملين حلقتنا عن جلب السعادة إزاي تبقى سعيد إزاي تحسي بالسعادة يعني كلنا بندور فخلينا نقول كده النهاردة إحنا حلقة البحث عن السعادة في ناس بتروح للسعادة بطرق غير مشروع نجد عوبيهم لإن جازاتهم في الآخر بيبقى مش لطيف خالص وفي ناس بتدور على السعادة بطرق المشروع إحنا النهاردة بندور على السعادة مع بعض إزاي أوصل إن أنا أبقى سعيد إزاي أبقى سعيدة مبسوطة بدحك من قلبي معظم الناس على السوشيال ميديا بيتحكوا دحكة فيك يا بتتصور بس عشان الصورة اضحك الصورة تطلع حلوة هم بس بيتحكوا عشان الصورة لكن لما تدور على حياتهم بقى من جواهم هتلاقيهم من السعادة ليه من السعادة؟ لأنه بيعانوا من واحد اتنين تلاتة كل واحد حياته شايفها إيه نقطة ضعفة هنا نفسي يبقى سعيد هنا على حسب حياته هيكون معانا النهاردة ضيفنا اللي هينورنا في الستوديو لأستاذ محمد فايد استشار السحة النفسية والطاقة لأن إحنا بقلنا فترة بنسمع إزاي أجلب لحياتي الطاقة الحلوة إزاي أحس بالطاقة اللي بتخليني سعيدة يعني حتة الطاقة دي دلوقتي مهمة جدا حتى عملوا بيوت بطريقة معينة إن هي تدخل الشمس بطريقة معينة بيبقى فيها طاقة للبيت بشكل حلو فعلم الطاقة ده بقى علم مهم جدا بس هل أنا فهمة يعني إيه طاقة؟ هل عارفة إزاي أجدد طاقتي؟ لأن الطاقة دلوقتي عارفين عاملين زي العربيات الجديدة اللي نزلة بالكهرباء مش أول ما الكهرباء بتخلص بنشحنها إحنا كمان كبني قدمين محتاجين إن إحنا نشحن طاقتنا عملين نرمي الطاقة في حاجات كتير أو ملهاش لازمة وزي ما بيقولوا كده بنهدر الطاقة يقولك أنت بتهدر وقتك ونزلة يقولك إيه ده بيهدر وقته يعني بيرمي وقته في حتة ملهاش لازمة دلوقتي إحنا بنهدر الطاقة لما ععد قاعدة أنا مش طاقة الناس اللي فيها ده إن أنا باهدر طاقة لما روح مكان طاقته وحشة ساعات يقولك تدخل مكان كده حيث إن قلبك مقبود ومش قادر تتنفس ده المكان دي طاقة المكان الطاقة وحشة لما حد يشوفك ويرزعك عين متينة العين بقى للحسد الأصلي ده هو الراجل ده أو الست دي طاقتها وحشة الطاقة اللي فيها متى ملبوسة بقى وحشة فعلم الطاقة ده علمي تقيل برضو هنتكلم فيه إزاي أجل بالسعادة وأشد لي والحياتي الطاقة الحلوة لأن فيه طاقة إيجابية وفيه طاقة سلبية قبل ما نروح لضيفي في الستوديو خلينا نروح من خلال زوم للأستاذة نيرفانا كريمباش لايف كوتش واستشاري علاقات أسرية وتربوية نيرفانا زايك أهلا بيكي إزايك نيرفانا إحنا النهاردة بندور إحنا بقى كستات أهو بندور على السعادة رحلة البحث عن السعادة وأنت يعني ابتسامت الجميلة فواضح إن أنت عارفة إزاي تجيبي السعادة اللهم لا حسن مرسي يا هاو شكرا طيب إحنا دلوقتي يعني كل واحد ليه طريقة إن إحنا أبقى سعيدة زي ما أنا قلت مش عايزة أعيد كلامي تاني في بنت بتدور على السعادة في الجواز في بنت بتدور على السعادة في الشغل في راجل بيدور على السعادة أنه يسافر ويروح بلد تانية يعني السعادة من منظور كل واحد مختلفة أنت شايفة السعادة الصح ندور عليها فين؟ ندور عليها في نفسنا ما نعلقش سعادتنا على حد يعني ما خليش شخص أو مال أو وظيفة أو مكان هما دول موظر السعادة لي يعني طول ما فيش تعلق فهيتلاقي السعادة دائما دائما إنما لو أنا علقت سعادتي على شخص أو على مال أو على وظيفة أو على مكان إنه هو ده لما يجي هو اللي هيسعادني لو كان معايا مبلغ معايا حبقى سعيدة لو دي شخص معايا تجوزني حبقى سعيدة يعني كل الحاجات دي سعادة مؤقتة السعادة الزايمة في إننا متقبنة الوضع اللي أنا فيه وإننا راضية وإننا أنا اللي ما عارف أسعد نفسي بنفسي مش معلقة سعادتي على الحد كتير أنت عارفة نيرفانة فعلا أنت أصبتي الهدف لأن معظم البنات معظم البنات اليومين دول هي مرتبطة بواحد لو حصل مشاكل بتبقى السعادة في الشخص ده يبقى أختفت السعادة ومهما تقنعيها ومهما تقول لها مهما تفاهميها لا هي شايفة سعادتها في حبها للراجل ده دي حقيقة وعيدة أقول لك تول ما أنا معايا أسعدتي على الشخص ده فعلا واختفى معناها أن أسعدتي راحت لكن لما أنا عارف إزاي أسعد نفسي بنفسي وأقدر نفسي واحترمها وعارف أن أنا غالية عند نفسي وأستهل أحسن حاجة وعارف إمس كويس وأشتغل عن نقاط الضعف بتاعتي فأي حد بعد الجده حيدخل فحياتي حيدولي الحالة أن أنا فيها لأنا أصلا عارف أكون سعيدة من غير ما اعتمد على حد أو أعلق حق إني أعلق سعادتي على حد أو مكان أو على فلوس أو على أي مكان فأوحش حاجة أن أنا أعلق سعادتي على حاجة تكون موجودة عشان أستمد منها سعادتي لا أنا أقدر أسعد نفسي بنفسي أقدر أسعد نفسي بإن أنا أطورها وأشتغل على نفسها أشتغل على نفسي كويس إن أنا أحقق حاجات أنا عايزة أعملها يكون عندي رسالة وهدف رأيقاله أكون عندي قيمة وتأذير واحترام لذاتي فهي دي سعادة مش مستنية حدا أشياء حققها دي فأفضل مستنية على طول أنت عارفة لو بس الجملتين دول يبقى إحنا نجحنا لو البنات تقتنع يعني خلينا نتبعها على أرض الواقع نيرفانا يعني دلوقتي البنات أقول لك ما تكلام كتير هتقولي لي بقى نزلي اشتغلي وهتقولي لي نزلي الجيم وهتقولي لي علي استحقاخك عايزة أقولك أن البنات عندها فوبيا من الكلام ده يعني مثلا آخر مشكلة جاء لي بنت متجاوزة بقالها 7-8 سنين وانفصلت وهي بعد الجامعة مشتغلتش وقاعدة في بيت كل ده فمجرد الطلاق ما حصل فيها عندها حالة نفسية صعبة جدا وحزن وحسنة أن السعادة كلها اختفت من حياتها معناها حتى هي اللي واخدت قرار بالانفصال في الحالة دي بقى ودي حالة ستات كتير وبنات كتير حتى مش لازم تتجاوز ممكن تكون مرتبطة بواحد بقالها 5-6-7 سنين وفي الآخر انفصلوا هي تقولي ما خلاص بقى أنا مشتغلتش هجل اشتغل دلوقتي ما أنا كنت مفروض بعد الجامعة ما خلاص أنا عندي اكتئاب ومليش مزاج لا 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 هو كسر ثقة بنفسي أسانا حسننا وانا 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 ادينا تابسي كده نيرفانا إزاي أرجع لحالة الطبيعية تاني إزاي أرجع فرش إزاي أعلص تحقاقي بنفسي مش كلام فعل لأن الناس زيت من كلام أوكي أول حاجة لازم أنا هيكون عندي يوقين أن كل حاجة ربنا بيكتبه لنا في الدنيا هي خير وأن كل حاجة بتجينا في الدنيا هي درس ورسالة عشان نتعلم منها نشتغل على نفسنا أو تظهر نقطة ضعفة في نفسنا كانت فين لو أنا عرفت أنني أنا مش بحتاجة أخد من خن لأن دي حاجة وقعية إحنا كلنا مقرمين في الدنيا إمتنا من رب العالمين لأن إحنا بشر بشر يعني ربنا قال ولقد قررنا بني آدم فإحنا مش مستنين حد يعني لو إحنا نكون عارفين ووصفين في نفسنا كويس مش هنبدأ مستنين حد وناس كتير على فكرة عاشت وماتت وهي مستنية وبرضا ما بقيتش زعيدة فلو أنا كإنسان معدرتش وأدرك أن قمت من خلقي أن أنا إنسان مقرم أن أنا غالي وأنا اللي عرفت أن ما إحنا بدلت مستني حد يجي يجيبني سعادة إنسان يجي يحقق لي لنا كل النفس فيه ففضل مستنية العمري ما هو أنا لو مارد بتجارب والتجارب دي ما بتيجي وبتروح علي وأنا مش بستفيد منها يبقى أنا فين تطوير نفسي فين اللي أنا بشتغل على نفسي ففضل عايشة عايزة جيدة لنا عمري حيعدني من قدام علي بنفسي فكري مش بتطور مستني حد أحفظا مستنيه لغاية ما موت لكن أنا لازم يعني أدرك أن أنا قمت غالية أن أنا مكرمة أن أنا مفروض أشوف في النقاط ضعفي وأشوف إزاي أشتعل عليها وخلي بالك أن كل حد إحنا حاستين أن إحنا حاستين بواحدة فهو حيجي يملى الوحدة بتاعتنا دي اللي حيجي من برا حيزودي الوحدة اللي أنا حاسة بيها إنما لما أنا أكون إنسانة واثقة في نفسي عارفة أن أنا مكرمة ذات قيمة وغالية وغالية أهمية وأعرف إزاي أن أنا أقدر نفسي واهتم بيها وأشوف إيه اللي بحبه وعمله وأن أنا فعلا غالية عن نفسي أي حد أو أي حاجة هتيجي من برا هزودي الإحساس بالسعادة ده هزودي التأذير ده إنما الإحساس بالاحتياج دي نفس عارفة اللي هو على طول هتبقى متسولة متسولة مشاعر متسولة اهتمام فلو أنت ما قمتيش وعملت وقفة مع نفسك وخدت القرار استدقيني والله يتبداي مستنية فأنا السر إن أنا عارفة إن أنا قريدي غالية إن أنا قريدي عندي حاجات لو اشتغلت فيها أنا نفسي هتخلمني سعيدة أدور بقى أخذ بقى كورسات أقرع حاول إن أنا أحقق حاجات لو بسيطة تساعدني دايما أشوف الجوانب الإيجابية اللي بدي هالي في حياتي وأحمده عليها دايما أحاوط نفسي بناس إيجابيين شبهين أبعد عن كل حاجة سلبية من كتر الحاجات اللي بنوعد نسمعها برضو اللي بتخليني على طول محبطين والأخبار استيقبعد أنا خارس لازم أفلتر كل حاجة تخلالي من برضا تعرفة صحي جدا نيرفانا أنا بقرر أكون سعيدة أنا بشكرك جدا ويمكن أحلى كلمة قلتيها التساول العطفي يعني التساول العطفي إن الواحد يفضل يتساول طول الوقت يشحط يشحط عطفة وكمان حاجة أنا بختم بيها معيكي أنا ذات نفسي بطلت أسمع الأغاني الحزينة لأن فعلا أنت برافو عليك الحتة دي ممكن إحنا ما بناخدش بالنا منها أنا لما طول الوقت يعني أنا كنت مبسوطة زعلانة أنا بميل للأغاني الحزينة فلاقيت نفسي طول الوقت بعبي طاقة بعبي طاقة لغاية ما أنا كنت هنفجر يا جماعة أنا بتكلمكم عن تجربة الشخصية دلوقتي أول ملاقي الحالة يعني اللي هو أنا مودي مش قوي وببتدي إيدي تروح للأغاني الحزينة لا 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 خالص بقيت أشغل الأغاني الهايبر الأغاني اللي تدي طاقة الأغاني لتقول لك أيوة أنا بطل أيوة أنا يعني اللي هو إيه بتعلي بتعلي درجة التحدي للحياة أكتر بشكرك جدا نيرفانا كريمباش اللايف كوتش واستشارة العلاقات الأسرية والتربوية وإن شاء الله كوني معنا في الاستوديو الحلقة الجاية مرسيك جدا يا حبيب تقلب